عقد وزير الخارجي ايمن الصفدي ونطيره الامريكي مايكل بومبيو صباح الاثنين مباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات ان الاردن والولايات المتحدة وقعتها على مذكرة تفاهم بشأن مساعدات سيتم تقديمها لعمان خلال السنوات الخمس المقبلة وفي الملف السوري قال اننا ملتزمون بوقف اطلاق النار جنوب شرقي سوريا وندعم جهود الامم المتحدة في جنيف للتوصل لحل سياسي للصراع السوري وردنا على سؤال حول استخدام كيان الاحتلال القوة المفرطة في قطاع غزة قال بومبيو من حق الاسرائيليين الدفاع عن انفسهم ونحن ندعمهم واضف ان صفقة القرن ستكون بالاتفاق بين الفلسطينيين ومن اسماهم بالاسرائيليين بينما تلتزم الولايات المتحدة بتسهيل الامر والعمل مع الاردن لاجاد حل جيد للقضية الفلسطينية الملك هو صديق للولايات المتحدة واتيت هنا لأكد على هذه الروابط وهي قيمة جدا لا يمكن استغناء عنها بالنسبة لنا وبالنسبة للمنطقة وكما قال الرئيس ترامب نحن ملتزمون بشكل كبير لتعزيز شراكتنا وندعم بشكل مستمر الأردن دعم الأردن وأمنه والاستقراره هو أمن أو اهتمام قومي للولايات المتحدة ونريد أن نعرف أن نقول لكم بأننا ملتزمون بدعمنا للأردن على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني ونحن فخورون بشراكتنا ودعمنا والولايات المتحدة وقعت مذكرة اتفاهم لمدة خمس سنوات كمساعدات ثنائية إلى الأردن للخمس سنوات القادمة وهذه الزيادة جاءت في الوقت الذي يواجه فيها الأردن الصعوبات على الحدود بسبب الأزمة السورية التي تحدد الأمن الأردني ونحن نحاول أن نساعد الأردن على الدفاع عن حدوده وزير الخارجية أيمن الصفدي قال إن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة مؤكدا على الموقف الأردني وإيمانه بضرورة عقد مباحثات تقضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطنية وشدد على ضرورة عدم التخلي على جهود السلام وضرورة العمل مع شركاء الأمريكيين بهدف إيجاد أفاق سياسية لحلول وأزمات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية لقد قمنا بالكثير من الأعمال الجيدة في أوقات الشدة على الأصعدة المختلفة الأمنية وغيرها ولدينا أهداف مشتركة أنت هنا صديق ونرحب بك الآن هنا شراكتنا تسعى إلى الاستقرار ونحن نقدر ذلك ونقدر جميع الجهود التي تقدمها الولايات المتحدة لخدمة الأردن وقد وقعنا مذاكرة التفاهم الأولى ضمن رئاسة الرئيس ترامب وهي مهمة جدا بالنسبة لنا للقيام بالإصلاح الاقتصادي لتمكيننا من تحقيق التطوير والتنمية والأمن في الأردن ونشكرك جدا على ذلك أيضا تحدثنا عن الكثير من التحديات والقضايا التي نعيشها ونواجهها وقد ركزنا على كيفية الاستمرار في إيجاد السلام والإزهار في المنطقة والتعاون لحل الكثير من الأزمات وجدد الصفدي التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية مشيرا إلى الدور الأردني في استقبال اللاجئين السوريين